وارتفاعها وهذا هو هذا شهر تموز وجاينا وراء شهر أب في ذات الوقت تحتاج هذه المرحلة شد الحزم يعني عادة يقول لك مو الصيف شلون ما ترتفع درجة الحرارة يعني يازم واحد يرتاح هاي المفاهيم ترى جديدة أخذناها بسبب شنه وبسبب أنه احنا صدنا يعني اتكاليين إلى درجة جهاز التليفون صار عندك العالم كله بيدك وبالتالي أنت مجغول بالتليفون أكثر من مجغول بالشغل وبعدين من ما تلقي شغل تقول يا شو ماكو شغل شو الحكومة مقصرة شين سوي نهاجر روح لأوروبا روح لأمريكا والله حشكمها بصراحة العراقي من هذا المبدأ ريد نقول شون يبنى هالعراق وشون مرت عليها الحضارات بسبعة تالاف فدرة تسعة تالاف سنة ودرجة الحرارة هي هي يعني خوة ما شننا عايشين بجو ثلوج بالصيف لا لا هي هذا هي هو هذا العراق وهذا صيفه هذا يخلينا كمواطنين نتوجه بسؤال إلى القائمين على المسؤولية إلى السيد رئيس مجلس الوزراء إلى أخ محمد الشياع السوداني وإلى الوزراء مع التقدير والاحترام لهم يا وزراءنا الصيف هو هذا صيفنا لا تتخذوها حجة علينا بالله العراقين بس يريدون كهرباء بالصف لا ريد شغل ريد نسمع صوت تشاكوشي دق ريد نشوف طابوقة مبني ريد نشوف طابوقة مبني ريد نشوف تشاكوشي دق بالله عليكم لا تلقونا بعد مبررات بالله عليكم اتقوا الله بينا وابديوا شغل ابديوا شغل يا أخي يقول للناس شغل منين نجيب لهم درجات يا أخي مو درجات وظيفية ما الريد درجات وظيفية الريد قطاع خاص فعلوه جيبونا استثمارات يا جماعة انتم الآن العالم منفتح عليكم كل العالم كل العالم كل العالم بما تعنيه الكلمة يريد يعاونكم طيب عاونوا نفسكم عاونوا نفسكم يعني ما معقول إحنا إلى الآن بس نسمع وقعنا اتفاقية نوعدكم راح نسوي والله عدنا نفط أكثر من العالم والله العظيم عدنا غاز أكثر من غيرنا يا أخي الريد نشوفه على أرض الواقع الريد يبدي المواطن العراقي يشعر أنه جاي يشتغل جاي يشتغل حتى من يشتغل انتم تفتاحون من من الإنسان العراقي لأنه راح يبقى شغال بشغلة بشغلة والله هاي الحقيقة هاي الحقيقة يعني ما معقولة أنه حضارات العراق اللي انبنت رغم كل الظروف وإحنا هسا صارنا 21 سنة بس نتفرج وبس نتأمل اشتغلوا حتى الناس من يشوف شغل تبدأ تحس أنه ماكو داعي بعد يعني واحد يقول لكم انتم قصري فوالله أنا بصراحة أردقول يعني أنا شخصيا منا وجاي حقيقة إذا لقيت وزير أو رئيس الوزراء صدق جاي يشتغل لا بس قميصة وبنطرونة قميصة وبنطرونة مو رايح لبزير رسمي قميصة وبنطرونة الوزير ولا رئيس الوزراء وواقف ويا العمال ويا الفلاحين أمان تلا والله يا جماعة لأعرضها وأخذ له تحية بس والله التقينا وبحثنا وناقشنا يعني كافي سمعناها انترى منكم ومن غيركم الريد الريد نشوف عاد شي قدامنا هاي رسالتنا لكم